من هذه الدراسة اللي توفر عليها يعني مشكوراً الدكتور محمد حسين عباس طيب ناخد مدام سعادة تفضلي يا مدام سعاد مدام سعاد ألو تفضلي يا فندم أهلاً بيك ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضلي يا فندم بعد إذن حضرتك أنا والدتي عندها 77 سنة طيب أنا يديها الصحة كملي تفضلي هي بتاخد دي ميكرون بتاخدوا مرة الصبح بس هي في الصيام بالنسبة لها يبقى ازاي وسقارة مظبوط كل ما بنحل الله ساي مفاطر الحمد لله بطلع مظبوط والتراكمي اخباره ايه وعندكو جهاز سقر في البيت لا ما عندناش لازم تجيبه يبقى انت هتجيب جهاز السقر عشان تقيسي وهقولك هتقيسي امتى في رمضان لكن الدم ميكرونه 77 سنة مفيش خطور فيه نوع من الخطورة لازم نضمن ان دي يبقى في حد مقاعد معاها جنبها في البيت بيأسلها بيأسلها عند كم يبقى مستريح هو ومطمان طوام فوق السبعين يبقى مستريح طيب توقيت قياس السقر لمرضى السقر في شهر شهر رمضان ده المادام سعاد ولكل من يسمعنا قبل وقبة الصحور واحد وقت الاستيقاظ اتنين اول وقتهم النوم وقت الظهر صلي الظهر وتقيس ضبط بين العصر والمغرب بين الظهر والعصر كمان بين الظهر والعصر كمان وبين العصر والمغرب ايوة وبعد وقبة المغرب بساعتين اه وفي اي لحظة يحس انه هو تعبان يقيس دي امرض سبع يا جماعة دي دي او التوقيتات القياس عشان بس يمشك شكها وخلاص لا ده لها معنى ولها مغزى طبي علمي ودراس التوقيتات دي التوقيتات اقدر اقول لكم صارمة لازم تتعمل يعني مدام سعاد لازم تنعمل تنعمل لامك اللي هي 77 سنة والاستاذ محمد يعملها لابوه 60 سنة وعلي اللي يعملها نفسه لو عنده 30 سنة طالما عندنا سكر قبل وقبة الصحور الاستيقاظ الظهيرة بين الظهر والعصر بين العصر والمغرب بعد وقبة المغرب بساعتين وفي اي وقت تحس ان هناك اعراض من الاعراض المعتادة للسكر اللي هي يا فندم الاعراض الاعراض بقى فيه اعراض الانخفاض اللي هي العرق الغزير عرق الغزير ده انخفاض ضربات قلب سريعة ضربات قلب سريعة عدم تركيز عدم تركيز بدأ التركيز يقل بالزبط صداع صداع هل فيه تأثير في النظر؟ زغلالة او بالزبط دي مع الاتنين هبوط وارتفاع اه فلو حصل حاجة زي كده هو قدامه حلم الاتنين لايقيس يتطمن لو جنبه الجهاز او يفطر على طول مباشرة مباشرة ومش عاب ان يحط كباية عصير جنبه او علبة عصير جنبه او يعني مباشر حاجة مباشر حاجة ومش هتجرح صيام لا بس مهم ان يأمن الزادة الضروري في هذه بالزبط في هذه الحالة فيندر اتفاع الاعراض عاملة ازاي؟ دخول حمام كتير ايجا ايجا اجهاد وتعب عدم تركيز برضو زغلالة في العين ممكن تنميل في الاطراف جفاف زايد عايز يشرق جفاف زايد حاسس ان يعني حلقه خلاص ملزق ولسانه ملزق في حلقه لا شك ان سقارك عالي وايس ايس انت متحمل الموضوع معاك لحد رقم 300 تعبك دوت قبل رقم 300 وانت تعبان ربنا مديك رخصة انك هتفتر والله برضو استاذة ليلة تفضلي نعم تفضلي يا فندم السلام الدكتور تفضلي اي السلام عليكم عليكم السلام لو سمحت انا عندي 70 سنة من عديك السحاب لا كملي على طول ساعتك يلا وعندي السكر وعندي السكر كنت عاملة كنصر في سادري كملي كملي وباخد برشام هيرومون وبرشام تاني مكمل غزائي وحالة سلطان السادي وباخد برشامل الاطراف عشان التنميل الايدين والرجلين مش عارفة اسمه ايه الصراحة تمام وباخد ملجة وباخد أنسرين صنفين اللي هو القلم الرصاص بص اعتمى الرصاصي ايوة يا فندم لانتوس اللانتوس وإيه تاني يا فندم القلم طلع يا بيت اللانتوس والتاني لونه ايه أخضر اورانج اورانج النوفو رابد كويس حالة السادي ازرق فورانج طيب اسمه نوفو رابد طب بص يا بص يا مدام ليلة مدام ليلة خليك معنا بس خليك معنا واسمعنا الدكتورات حالة السادي عندك خلاص احنا خلاص عرفنا ليلة متفضل يا مدام ليلة حالة السادي مستقرة ابقى باكل ويحصل لهبوط وبقيس السكر تلاقيه كام يا مدام ليلة بقيس السكر والصبح قبل ساعة كام هلا ايه مية وعشرة مية واثناشر مية وستة حلو اخمص النهار او بعد الاكل بعد مفتر بيبقى مية وخمسين والتراكمي التراكمي لا كان بزق يعني انا محللة تراكمي من مقام بقى لشهرين كان ستة هايل يا مدام ليلة ارقامك معقولة تصوم تصومي بس اللانتوس حات قليلي الجرعة بتاعته عشرين لتلاتين في المية وخديه بعد واجبة المغرب والقلم التاني النوفوراب الدوت الجرعة الكبيرة خديها معه قبل المغرب بربع ساعة قبل المغرب اه هو لا يفطر لا يفطر وهو علشان يشتغل الانسولين محتاج ربع ساعة كويس يعني قبل المغرب بربع ساعة بربع ساعة خدي الجرعة الكبيرة القلم اللي هو الايه اللي هو النوفورابد اللي قالت عليه اللي هو الازرق في البرتقالي اه اللي هو السريع المفعول اه يغطي فترة ارتفاع السكر أثناء واجبة المغرب كويس جيد قبل المغرب بربع ساعة بالظبط ولا يفطر اه لا يفطر جميل والجرعة الصغيرة منه نخدها وقت الصحور وقت الصحور بالضبط أشكرك شكرا يا زيادة يا مدام ليلى الضرورة الإفطار في الأحوال التالية إذا كان الصقر أقل من سبعين إذا كان من سبعين لتسعين يجب قياسه بعد ساعة إذا كان أكثر من تلتمية إذا حدث أعراض انخفاض أو ارتفاع وجفاف أو إعياء حاد مبادئ التغذية الصحية في رمضان هكوم بعد الفضاء